وسيد قال لي إن ما فيش غيرك ممكن يشوف لنا حال آه آه بس كده الحكاية مع أقربة شوية وهي لو مش مع أقربة جينا لفليها برينس المحمد ماشي ماشي يا سيد تمسك فين بقى بالزبط وحضرتك مكنتش مركز معايا في المطار حضرتك في المطار يا ست البنات أنا في قمة التركيز ومركز معاك أنا عارف إن تمسك في المطار بس المطار دي عبارة عن أجزاء من المكان اللي بتركيني في العربية للمكان اللي بتاخده من الطائرة وتسافري عبارة عن أجزاء اللهم وصلي عن نبي جاه بس حجة في اللقم السهلة خالص ده لسه ما عرفش مش فاكرة بالتحديد لا لازم تركزي لو عايزة تاخدي من رأي نهائي لازم تركزي إيه دمت بس ما توضطرهاش ركزي يا ركزي تقريبا في كافي جوه المطار في كافي كافي شفت كافي جوه المطار طب عايزين إيه بقى مين بالزبط نعم يا مهرشوا دميل هتتت حسدت ولا إيه؟ عايزين نخرجوا يا عبكاري يخرج لا صعب صعب يا كاد يكون مستحيل بسبب التكلفة العالية طبعا بصي أنا أول ما قال يا كاد دي قلبي مرتاحش هو عشان الست هانم يعني محترم أو طيبة حنقلبها في الفلوس يلا نشوف معامي تاني سواني بس يا سايب سواني إيه ده محسسني إنه بيعمل قلبي مفتوح ثانية واحدة بس طيب ممكن نعرف طلبات حضرتك إيه؟ نص مليون جنيه يا من النصابة طيب وحضرتك مشايف إن المبلغ أوفر شوية؟ ما عليش مش فاهم؟ أوفر كتير يعني اخلص كتير زيادة عن اللزوم يعني يا ست هانم أساساً الموضوع أوفر طب ما انت عارف أوفر اهو؟ ماشي ماشي يا سيد أنا لما سيد كلمني افتكرت إن الموضوع بسيط عايزين واحد يشير قضية عن ابن عم حضرتك يخد له فيها سنة سنتين الموضوع هيكلف مية مية وخمسين ألف جنيه لكن اللي اتحكالي دا صعب صعب يا سيد واحد مغير شكله واتمسك بجواز سفر بالشكل الجديد باسم مختلف وتقولوله لها خرجوا لا 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 أنا سأل عليها طلع قبرة من كمقاش من إن أطلع من القضايا يعني أفهم من كده إنه في حل؟ كله بأمر إلا بس الأول نتفع عالسهر جاه بس بس متوحدوه بأي جانب بأي جانب لأي جانب بأي جانب بأي جانب محدش حتى استفنحنا بكلمة ولا بدأ بحرف واحدة لكننا بنكل سد الحانة الحقيقة حلوة الأكل خلتنا ملهيين فيه وعدين محدش غريب كلنا أخوات في بعض يعني المصلحة واحدة ايوه ايه المصلحة، الله ينور عليك أستاذ الأساتيز وجابس الجهابيز المصلحة دي بقى سالم باشا أحلى كلمة خلاقها ربنا احنا عندنا فكارنا لما أخذها لما بيبقى فيه سبوبة حالوة الناس تترادى منها كلها وتسترزق وتراوح بيوتها مردية بنسميها المصلحة وطالما فيه مصلحة يبقى لازم النفوس تترادى وتتروى ولو فيش وقت لابا نتعكاره بنصف فيهم اه وصالما فيه بيننا مصالح يبقى لازم نتصالح انا مش فاهم انت بتتكلم علي يا ابو العز انا شخصيا مش شايف اي عكارة ومفيش في ضمير اي حاجة ناحية اي حد بدليل ان انا بجدد اكل عيش والملح من تاني حشان لو فيه اي سوق تفاهم يبقى عافى الله عن مسالة ولسميته ايه بقى الكلام ده دلوقتي ما احنا كنا حلوين ما هو اللي يعفى يا سالم بيه فيه يده انه يجازي جراحة السنبية نزل الدنيا شوية من على صدرك علشان تعرف تتعامل صف في ضميرك ونيتك سالم بيه كل القصوده ان احنا نرمي الخلافات ورا ظهرنا ومنجدد المعاملة بالقش والملح اللقمة الحلوة تجمع مش تفرق يا عامل يا ايمة بقى بص ايدك وبلاش تراكب وش الحمر اللي مضيعنا ده يا اخي الله ما تاكل حسونا قول يا ايمة قول ياختي كميلة اهو ياختي كميلة ياختي ياختي كميلة بطة ده بلاعة يا عامل يزل في فوق ايوا كده يا اخي فوقها باقى جرائح يا سيد وحنا في سوق جملة كل شوية نرفع بالسعر 5000 جنيه لحد ما يرسى علينا السعر اقول لك 500 الف جنيه تقول لك لا خليهم متين اقول لك ماينفعش يا سيد تقول لي خليهم متين وخمسة اقول لك ماينفعش يا سيد تقول لي خليهم متين وعشرة لا 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 يا سيد هنا مكان محترم وانت مع محامل محترم من سوق جملة جهبز جهباء حجة في القانون بس عيبوا ان خلقوا في ملاخيروا خلاص يا أستاذ هنسيب لك انت موضوع الرقم ده بس يعمل يعني خاط اللي مجهتنا من آخر الدنيا وشفعت لها عايز دسكاونت يا سايد ماشي ماشي يا بوسي خمسة في المية ليك وثلاثة في المية عشان خطر الهاني واثنين في المية اللي باقى مني أمال فين خمسة في المية ضريبة ملاهدي معروف خلاص خلاص هاخد ربعمائة وخمسين ألف جنيه على دفعتين الدفعة الاولى قبل ما حطت ايده في القضية والدفعة التانية قبل ما يخرج منها انشاءها حاويت قوي قلت ايه هاني؟ هتصرف وهرد عليك طب ينفع شيك؟ افندم؟ شيك زي اوفر اه 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 ينفع 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 افندم وأنا هبقى جبه له طب يا ريت يا هاني خلي ابن عم حضرتك يعمل لي توكيلة عشان اعرف اخربه هيعملك توكيلة زي هو في الحجز يا أستاذ مش عايزين نعقدها يعني اللي هيخرجه من بيت جوحة ده مش هيغلب في توكيل عم قضايا ولا ايه؟ اه اه معليش نسيت لا يوفت ومالك في المدينة مين مالك؟ والله ماعرف لكن واضح ان ده الراجل هيعملين التوكيل تمالي ايدك من الراجل ده يا سعيد؟ طبعا يا فندم هقطع عيش بايدي يعني هعرف نفسي للخطر عموما ان هسلمك المبلغ وهسيب الموضوع في ايدك لغاية ما تشوف حال وطبع مش محتاجة احذرك من اي لعبة كده او كده طمين يا هانم اللي زي ماروش في اللعبة مع الكوار خلاص ايه بقى هطمينه ممكن بس يا فندم استأذنك في مشوار كده يعني واجيلك على معاد الطيارة ايه؟ معاد ولا ايه؟ لا يعني اه مش قوي كده يعني بس اخوها لسه عريس جديد وعايزة روح اناقطو كده وكبرو في الحتة يعني حاجة ليه علاقة بالذكورة عندنا في الاسرة خلاص اصح اتفضل معالي محسسونا بعد عودتو من الهولندا اللي صلى على نبي يكسب يا اخواني عليه الصلاة والسلام ايوة كده مفيش احسن من الروان البال واللمة الحلوة والله يلعق ابو الشيطان اللي كان الغرض وفرقنا وقعنا في بعض الف مرة يا جماعة ظروف البلد تخلي قلوبنا على بعض مش نشيل من بعض اتفضل حضرتك تقوموني بقى اي حاجة تانية يا فندم؟ لا متشكت اتفضل انت تحت امر حضرتك الا اخبار ما هي الله هو انت رجلك خدت على هنا ولا ايه؟ هو انا يعني بجيلك بمزاجي عموما انا احسن حاجة فيا ان بمجرد ما بحط بناي على المخدة بنام بصحة مش فاكرة اي حاجة وحشة من اي حد انا عكسك الصراحة ما بنساش الاساءة وما بسيبش حق الحد ما هو واضح واضح جدا كمان عشان كده جسمك ما مقوط من التفكير لا اما انا مش جايلك علشان تكشفي علي وتميع التحليل واشعات وتجود انا جايلك في سؤال وعايز اجابة واضحة وصريحة علشان ما ضايعش وقتك عجباني عجباني سيقتك بنفسك او ايدي قررتي تسألي وفي نفس الوقت بتتشرطي ازاي اجاوب على السؤال لا ومن غير مكدب كمان حاضر يا حبابتي موريني انتي عايزة تتجوزي سالم لي هو فعلا سؤال وجيه ويستاهل مجيتك تفتكر انتي انا عايزة تجوز سالم لي اكيد مش حب يعني طب خلاص مادام انتي حسمتيها من عندك كده ما تقوليلي على الجواب بالمرة